اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لم يتحقق منها الا شرط واحد وهو شرط تسجيل الناخبين وهذا هو الاول وليس الاخير سلم اكد بان للبعثة ثلاث اهداف هي مسورة الدستور والانتخابات والمصالحات الوطنية الشاملة معربا عن استعداد البعثة في مساعدة ليبيا اذا كانت لديها الرغبة في كتابة قوانين عصرية بحسب وصفه منوها في الوقت ذاته بانه جرن العمل على ان يسبق الدستور اي عملية انتخابية وضف سلمة بان هناك اسلحة جديدة ما زالت تهرب الى ليبيا بسبب ضعف الرقابة الامنية على الحدود اعلن المدير المساعد في مركز سبه الطبي احمد بغيلا حسين حالة الطوارئ في المركز اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للسادس من فبراير وذلك لتردل اوضاع الامنية داخل سبه داعيا العاملين للالتزام بالحضور الى العمل بالمركز يذكر ان مدينة سفه قد شهدت في العونة الاخيرة اشتباكات دامية بين قبيلة يولاد سلمان والتبو سقط اجراءها عدد من القتل والجرحة اكدت عضو الهيئة التأسيسية لصيغة الدستورة نادي عمران ان دائرة الادارية في المحكمة العليا اجلت النظر في طعن المقدم من اعضاء الهيئة في حكم محكمة السناف البيضة عمران في تصريح لها الاربعاء وضحت بان دائرة الادارية في المحكمة العليا اجلت النظر في طعن الى الرابع عشر من فبراير الجاري بناء على طلب ادارة قضايا الدولة ختاما الى اللقاء